صباح الخير ومساعة عليكم لو انت من الناس القليلة اللي اخدت بالها في الفيديو اللي فات وفي الفيديو دوت برضو اني زاوية التصوير احسن فده عشان فيه تحديث كبير حصل في القناة والتحديث دوت اني جبت ترايبوت جديد للكاميرا هو مش جديد قوي بس يعني وانا ما كانش عندي اصلا فانا جبته واحد جديد وبعد الفيديو دوت هكون اول واحد مصري او عربي يعمل ريفيو وانبوكسنج للديج ايبود تي ار 452 اول حاجة خليها نفتح الصندوق ونعمله انبوكسنج الصندوق من قدام بييجي بالبراند بتاعت الشركة اللي هي اسمها ديج ايبود وبيجي بالنوع بتاع الترايبود اللي هو اسمه تي ار وعمية اتنين وخمسين وبعدين تحتية هتلاقي شوية كلام عن ايه اللي موجود جوه الصندوق ودوت اللي هنشوفه دلوقتي وتحتية هتلاقي موصفات الترايبود ومن الجنب التاني هتلاقي رسمة للترايبود لما نيجي نفتح الصندوق مش هلقي حاجة جوه غير الترايبود نفسه محطوط جوه كارين كيس او شنطة عشان تحط فيها الترايبود وده طبعا هيسهل عليك عملية انك تتنقل بالترايبود نيجي بقى للمواصفات بتاعت الترايبود نفسه الترايبود اقصى طول ليه هو اربعة واربعة من عشرة قدم او ممكن نقول اربعة ونص يعني اقصى طول ليه هو 1350 ملي متر واقصى طول ليه هو 475 ملي متر ورغم ان الترايبود بيشيل لغاية اثنين كيلو الا ان الوزن بتاعه خفيف جدا 850 جراو وفعلا يا جماعة الوزن بتاعه خفيف جدا وده بيسهل عليك انك تشيله في اي مكان طيب خلينا اوريكم المميزات بتاعت الترايبود دوت او اوريكم التفاصيل اللي في الترايبود دوت اول حاجة هنبدأ بيها هي لثلاث ارجل بتاعت الترايبود ودوت المكان اللي الترايبود كله بيقف عليه ممكن نقول اللي هو متقسم لقسمين وكل قسم بيفصل ما بينه وبين التاني بحاجة شبه الفليب لوك او مكان بتقفله وتفتحه عشان تطلع منه الدراع وتدخل منه الدراع تاني فبالتالي الترايبود نفسه ما ياخدش معاك مكان كبير ويبقى صغير بعدين في منطقة بتلفها عشان تعرف تفتح الترايبود بقى كده بتقفلها تاني بحاجة ان الترايبود ما يتهزش وانت بتصور اي حاجة تعالوا نطلع فوق شوية جنب الايد بتاعت الترايبود هتلاقي زي فيه اكرة او دراع بتلفه عشان الترايبود يوصل لاقصى طول ليه من الدراع دوت ممكن تطول الطول بتاعت الترايبود اكتر عشان لو عايز تصور حاجة عالية مثلا او انت عايز تصور نفسك وانت واقف ايا يكون جنب الاوكرة ديت هتلاقي زي صمولة او قفل من خلاله ممكن تقفل او تفتح الدراع دوت يعني انتو لو قفلته دراع مش هيتحرك معاك طيب ده فايدته ايه الفايدة بتاعت المفتاح دوت انك لما تطول الدراع دوت شوية ممكن تقفله فبالتالي تخليه سابت مايتحركش ومايتحركش الكاميرا معاك بعدين لما تطلع فوق تاني هتلاقي اكتر حاجة جزابة في الترايبود وهي الاداة بتاعت التحكم في الاتجاه وديلي من خلالها ممكن تتحكم في الاتجاه اذا كان يمين او شمال او فوق او تحت ومن خلالها تعرف تودي الكاميرا في المكان اللي انت عايز تصور فيه الدراع نفسه او الايد نفسها هي مفتاح عشان تقفل حركة الفوق والتحت يعني انت لو قفلت الدراع دوت الترايبود مش هيتحرك معاك لفوق والتحت والمفتاح بتاعت الحركة اليمين والشمال موجود جنب الدراع دوت فلو انت قفلت الاتنين دول الكاميرا هتبدل سبتة في مكانها حتى لو انت خبطت ترايبود او عملت فيه اي حاجة الكاميرا هتفضل موجودة في مكانها سبتة في المكان الذي انت زبطته فيه فوق شوية هتلاقي المكان اللي بنحط فيه الكاميرا او الموبايل او اي ان يكن انت بتصور باكم وده اتمكن يشاءل عشان يتحط فيه الكاميرا وبعكية يتحط تاني في الترايبود وجنبيه هتلاقي مفتاح بصراحة مفيد جدا واعجبني المفتاح دوت بيحرك الكاميرا تسعين درجة وبصراحة المفتاح دوت مفيد جدا عشان لو انت عايز تاخد فيديوهات او صور بدرجة معينة هتعرف تزبطها وبالتالي الفيديو بتاعك يطلع قويس وبس دي كانت كل حاجة في ديج ايبوت تي ار و 152 عارف ان الاسم صعب قوي بصراحة لكن الدرايبوت بصراحة عاجبني وانصح فيه اي حد عايز يبدأ تصوير او فيديوهات انه يجيبه وما تنساش لو عايز تفاصيل اكتر عن الدرايبوت دوت هتليها كلها في الديسكريبشن ففا تنسوش تبصوا على الديسكريبشن وانتو بتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك او سبسكرايب في القناة عشان تشوف كل الفيديوات الجاية جامعاكم جورج عماد واشوفكم في الفيديو الجاية ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة